واستظل من دامس يتجول المسحرات عبدالفتاح البيور وهو يقرع بملعقة على تنجرة صغيرة بين خيام النازحين في شمال غرب سوريا داعياً الصائمين الذين شرادهم التصعيد الأخير من بلداتهم إلى الاستيقاظ قبل صلاة الفجر قبل ثمانية أشهر تقريباً نزح الرجل وهو أب لخمسة أطفال من قريته كافرومة في ريف إدلب الجنوبي مع اقتراب المعارك منها ومن ثم دمار منزله بقصف جوي أتى على مقتنياته كافة وانتقل مع عائلته إلى مخيم للنازحين قرب كليلي القريبة من الحدود التركية بطلع من أخيهم بعدما فيق من نومي وفيق الصبي مشان عالم المهني بطلع من خيمتها وبشيلها الطنجرة طبعاً هذا بعدما كان عندي الطبل والطبل الحمد لله راح بسبب الأحداث اللي مرت على سوريا وروح تحت القصف واللباس التطبيعي كنت تلبسون وشنت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً نهاية العام الماضي على مناطق في إدلب ومحيطها ما تسبب بمقتل نحو خمسمائة مدني ونزوح نحو مليون شخص إلى ثلاثة أشهر من التصعيد ولا يزال مئات الآلاف مشاردين في مخيمات مكتظة خصوصاً في شمال إدلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر